بالطبع ما حصل عصر يوم الأحد في 1 أيلول كان فضيحة الفضائح ما حصل من تمثيلية كبيرة على الحدود الجنوبية في لبنان كان بمثابة سقوط القناع بشكل رسمي عن حزب الله الذي قرر أن يعلن للملأ بأن ما يقوم به وأن الشعارات التي يطلقها وقادته من أعلى المستويات هي مجرد شعارات وهمية تغضع لمقررات دولية والتفاهمات والاتفاقات جميعنا سمعنا خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي تلى العملية التي استهدفت مقاتلين من حزب الله في سوريا والطائرتان المسيرتان اللتان سقطتا في الضاحة الجنوبية جميعنا تابع خطاب وكلام أمين عام حزب الله حسن نصر الله وتهديده ووعيده بزلزلة الأرض تحت أقدام الصهاينة واستخدامه لمفردات لم نتعود عليها في خطاباته المتكررة عندما استخدم أسلوب وكلمة انضبه وكلمة نبضي وأفن على رجل ونصف للجنود الإسرائيليين في رده عندما سيرد على ما قام به العدو الصهيوني تجاه ما سماه العدوان عليهم ولكن في حقيقة الأمر أنه يوم السبت في 31 آب أغسطس وعلى هامش الاحتفال أو الاحتفاء مع بداية مجالس عشراء قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله بأن التأويلات والإشعاعات التي تأتي من هنا وهناك حول الردود وما هي الردود العسكرية على ما سماه العدوان الصهيوني على حزب الله غير صحيحة وقال أيضا بأن الأمر لا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل هنا في هذه المقطة بالذات أدركنا بأن شيئا ما حدث تطورات ما خلال الساعات الأخيرة جعلت من أمين عام حزب الله حسن نصر الله أن يكون خطابه لهذه الدرجة والذي قال سأخيرا بأن هناك سيناريوهات تقول بأن رد حزب الله سيكون محدودا وتطرق إلى موضوع المركبة العسكرية الإسرائيلية التي فيها دمى وأن حزب الله سيقصفها وهكذا تكون الأمور انتهت ويكون حافظة بما معنى أنه حافظ على ماء الوجه وسخر من هذا الأمر ولسخرية القدر أنه في اليوم التالي عصر يوم الأحد ما قاله وسخر منه أمين عام حزب الله حسن نصر الله تم تنفيذه كسيناريو واقعي لتمثيلية ومسرحية بخرجها هو الروسي وعناصرها الممثلين هو جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله من هذا المنطلق نحن نود أن نقول بأن ما حصل خلال الساعات الأخيرة في لبنان جعل المواطن اللبناني يتساءل عن ما هي دور الدولة اللبنانية كمؤسسات سياسية عسكرية وأمنية في أي تطور ميداني وهل هي أصبحت الدولة دولة حزب الله أكوى من الدولة اللبنانية وهي فعلا كذلك تسيطر وتبسط سيطرتها وسطوتها على كل مقومات الدولة اللبنانية ولكن ما يحز بالنفس بأن الرعب والهلع الذي أصاب المواطنين اللبنانيين على جميع الشرائحهم وخصوصا أهلنا في الجنوب اللبناني الذين هرعوا هاربين من أي تصعيد أمني تذكروا ما حصل إبان حرب 2006 مع العدو الصهيوني هربوا لأنهم لم يستطيعوا ولن يعودوا يستطيعون السمود أمام تداعيات أي تطورات عسكرية خصوصا في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وأقليمية من سمح لحزب الله أن يزج باللبنانيين في صراعات أقليمية وأن يستخدمهم كدمة حقيقيين في ملف لا ناقة لهم ولا جمال صراعنا مع العدو الصهيوني هو صراع تاريخي العدو الصهيوني هو عدونا وقضيتنا الفلسطيني هي قضيتنا المقدسة ولكن التجارة بها كما يفعل حزب الله هو أمر مرفوض ما حصل بالأمس هو تصوير واضح لواقع اللبناني ولواقع حزب الله الذي ينفذ لأجندا ويخضع لتفاهمات دولية وقودها المواطن اللبناني وتحديدا وغالبياتهم من بيئة هذا الحزب حزب الله يريد أن يكون لبنان صندوق بريد لأجندته يتم استخدامه لأنه زراع من أحد أزرعة الإرهاب في المنطقة أزرعة النظام الفارسي الإيراني سقط القناع نهائيا حزب الله بادت واضح الأمور بأن الثقة به تزعزعت وخصوصا من بيئته الذين بالأمس رأينا مساء أمس وفي الليل واليوم وسائل التواصل الاجتماعي كيف ضجت بفيديوهات ومقاطع صور تسخر ببعض الأنشيد الخاصة بحزب الله لبيئته التي تقول سنقود البحرمان وقالوا سنهرب من الحرب معك وكان التعليق من بيئة حزب الله لبنان يمر في وضع اقتصادي خطير لبنان تحت المجهر لبنان أصبح في عين العاصفة لا يتحمل أي مجازفات ولا أي أعمال صبيانية ولا أي مسرحيات ولا أي تفاهمات غير قانونية لقد بات من الواضح أن أمراء اللعبة العسكرية والسياسية في لبنان والمنطقة يستخدمون أزرعتهم وهم وجهان لعملة واحدة عدونا واحد ولكن لن نسمح لأي قوة سياسية لأن تستخدم هذا الشعار للعب بمصيرنا وتحديد قدراتنا وقدرنا ومستقبلنا ومستقبل أجيالنا حزب الله بالأمس سقط سقطة مدوية فضح نفسه بنفسه قد يقتنع البعض بذلك وقد يرفض البعض الآخر هذا المنطق ولكن حقيقة الأمر أنه بشكل رسمي سقط القناع عن حزب الله وبات واضحا أن ما يسمى الممانعة والعداء للعدو الصغير يخضع لأجندات رسمية وأن أسرائيل تلعب دورا يخدم مصلحة حزب الله وحزب الله يلعب دورا يخدم السياسة السياسة الإسرائيلية